في ناس كتير ما يعرفوش ايه ليلة الحنة بتبدأ ازاي بتنتهي ازاي بتلبس فيها ايه بتاع الزمين في عادات وتقاليد فيها طب الرسومات هل العروسة بتعمل رسومات زي الناس التانين طب الرسومات بتبقى فين في الجسم هل في الايدين بس في الرجلين كل الاسئلة دي هتجاوب عليها اميرة حسن خبيرة رسم الحنة ومصممة ليال الحنة مساء الخير و اهلا بيك يا اميرة و جايباننا حاجات بجد في جنن في السيديو مش عارف ابدأ بيه ولا بيه بس خليها نبدأ لان في بنانيت كده برضو لسه ما تجاوزوش معدوش او ممكن ما رخوش ابدا قبل كده ليلة الحنة بساعة نفسهم يهيصوا فتقول لنا ليلة الحنة بتبدأ ازاي وبتنتهي بزاي ايه البروجرام بتاعها احنا عمتها ليلة الحنة عندنا ليها اخطر من حاجة اول حاجة بنبدأ بيها بندبس العروسة السر الهندي وبتبدأ ان احنا بنعمل لها اسمع للحصنة وبنزفها من قضة نمها اللي هي تبقى خليلة نم فيها طبعا لحادر السبشان برقا ما كان ما يعمل ليلة الحنة بتاعتها وبعد كده بنبدأ نلبسها طاقم طاقم ايش ما يعني السر الهندي في الاول؟ السر الهندي او يعني هو يسر الهندي ياتوب سوداني على حسبها حسب اللي هي بتختار طبعا الليلة بتاعها قبل الحنة وليها عزيها بتلبسه بس غالبا احب نحب نبدأ بيه لان بنشغلي عليه اغاني نوبي في الاول يعني لان طبعا الرسم النوبي قريب مليهم بيه شوية فبتبدأ بيه وبعد كده بدأ عندها مثلا حوالي 12 طاقم بتتغير فيهم زي ما هي عايزة بقى دي بدوخ يا اميرة ما هي بتكمل الـ 12 ما فيش عروسة تكملت الـ 12 غير عروسة واحدة بس لفتس الـ 12 لان احنا تعادت لحد الساعة من بالليل يعني كل شوية تخش تلبس حاجة وتطلع وكل مرة بزفة وكل مرة بزفة اه كل مرة بتخرج معايا اللي انصحابها حواليها اولا من البنات بتاع الشو اللي معايا بيخرجوا وراها وابعدين صحابتها ممتها خالتها عريفة كلهم بيخرجوا وراها من قضيتها لحد بره برده واليديوب بقى اللي بره اللي هم الناس لهم معزومين يعني وبيبدأ بقليت الحنة بيكملوا بقى كل طاقم الشو بتاعه بقى حسب الاغاني فيه أغاني شرقي فيه أغاني غربي فيه أغاني اسكندراني فيه أغاني فلاحي على حسب كل طعمة بطلسه للطعمة للطعمة وكل الدنيا بقى بتحايص معها وتحايص معها وتوليها جميلة طب بنعمل ليه ليلة الحنة بس عشان فيه عادات أو تقاليقة فيه حاجة يعني ولا بس أن البنت تفرح يعني أولا مثلا إحنا بنعملها دلوقتي للبنات بس وبتبقى غالبا موظم الدونات يعني أو لنا بقابله والبنات بيعملوا فرح بالوقتي موظم الدونات بيعملوا كب الكتاب مثلا أو كده وخلاص على كده أو يسهروا بره هي وعريسها ممكن يكون توثيرا لفقوات طوال لا أنا أصلي يعني مش عشان مثلا العروسة تبخروها يعني دي بس حاجة فرحة العروسة لكن ليش حاجة أي حاجة معينة لا 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 هي عملا إحنا ليلة الحنة عندنا في النوبة دي أساس أكثر من الفرح كمان فبتعنا دلوقتي نعملها طب بنين اللي تعزم في ليلة الحنة الهارة بتعزم لو في الجامعة بتعزم أصدقائها كلهم لو في شغل أصحابها أصدقاء الدراسة كلهم بتعزم كل حد بنات بنات بس أو مختلطة العريس ملوش أي نايف حاجة ذاكرة ملوش أي نايف حاجة